دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين السوريين ومنها الأردن تعلق آمالا كبيرة على دعم المجتمع الدولي لها فقد تم جمع أكثر من عشرة مليارات دولار في مؤتمر المانحين الذي اختتمت أعماله في العاصمة البريطانية لندن التفاصيل في تقرير صباح الداد رسالة واضحة ومباشرة نقلها الأردن إلى مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن حول العبء الذي تحمله ويتحمله جراء تدفق اللاجئين السوريين إليه في ظل موارده المحدودة وضعف الدعم الدولي المؤتمر جمع أكثر من عشرة مليارات دولار نحو ستة مليارات منها للعام الجاري والباقي حتى عام 2020 رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن جزءا من المبالغ سيوجه إلى دول الشرق الأوسط لخلق فرص عمل وظروف ملائمة لتدريس الأطفال فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل إن من المهم الحفاظ على الوصول إلى المناطق السورية حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون بدأ أكثر قلقا حيال توقف محادثات جينيف إذ أكد خلال المؤتمر على ضرورة العودة إلى المحادثات وعدم استغلال فترة تعليقها للسيطرة على مناطق جديدة في ساحة المعارك لافتا إلا أن تكثيف الضربات الجوية المفاجئة في سوريا هي التي علقت المحادثات قلقوا دول الجوار السوري من ازدياد اللاجئين كان واضحا في المؤتمر فتركيا أعلنت أنها لا توجد مدينة تركية تخلو من اللاجئين السوريين ناهيك عن ستين ألفا يتحركون نحو الحدود التركية فيما يخشى لبنان من التوطين ويطالب بالدعم لتحمل أعبائه هو الآخر في ظل أوضاعه السياسية والأمنية غير المستقرة الأزمة السورية بكل تداعيتها لم تعد تؤثر على الإقليم فقط بل تمتد لتؤرق المجتمع الدولي بأكمله سواء عبر أعداد اللاجئين والنازحين الهائلة وما يتحمله العالم من مسؤولية إنسانية اتجاههم أو عبر تحول هذه الدولة إلى مرتع للإرهاب الذي جاء إليها من كل حدب وصوب وأصبح يهدد العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر